استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستقبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر ويرافقه وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة حيث أكد الجانب الأمريكي في هذا الصدد محورية الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة بالإضافة إلى دورها الرائد في مكافحة الإرهاب الأمر الذي يتطلب مواصلة وتعزيز التعاون والتشاور بين مصر والولايات المتحدة على جميع المستويات لضرء المخاطر والتحديات المتصاعدة على المستويين الإقليمي والدولي وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين الرئيس السيسي وأعضاء الكونجرس الأمريكي حيث تم التطرق إلى الأزمات التي يعاني منها العديد من دول المنطقة وتهدد المقاومات الأساسية للدول في حد ذاتها بما يعرض مقدرات شعوبها لمخاطر وجودية وينذر بمزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للملايين من شعوب المنطقة وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول كذلك مستجدات القضية الفلسطينية حيث أكد الرئيس أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود المصرية الحثيثة التي تتم بالتوازي لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وكذا مبادرات إعادة إعمار غزة مؤكدا أن السلام العادل والشامل من شأنه أن يفتح أفاقا جديدة ورحبة في المنطقة لصالح التنمية والازدهار لجميع الشعوب كما أكد الرئيس السيسي موقف مصر من التطورات الجارية بالسودان من حيث ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل والشروع في حوار سلمي يؤدي إلى استكمال المصارى الانتقالي على النحو الذي أرتضيه الشعب السوداني الشقيق ويجنبه المعاناة الإنسانية ويطيح له المضي قضما في مصارى الاستقرار والتنمية ترجمة نانسي قنقر